ينضم إلينا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي الليبية دكتور محمد الزبيدي بعد تحية دكتور تصريحات حطر بأن الحرص على سنامة المدنيين هو الذي يؤخر حسم المعركة هل يشير ذلك إلى أن حسم هذه المعركة أمامه وقت طويل؟ لا وليس وقت طويل إنما فعلا الجيش قادر على حسم المعركة في بضع ساعات حتى في يومين إنما الجيش يريد تحرير المواطنين وليس قد المواطنين يريد الحفاظ على أمن واستقرار المدينة وليس تدمير المدينة فالسلوب الذي اتبعته القوات المسلحة واستدراج هذه المجامعة الارهابية خارج الجماعات السكنية ومن ثم الإجهاز عليها هذه الطريقة الإنهاك المستمر للميليشيات هي التي أتت أكلها الآن معظم قادة الميليشيات قتلوا في المواجهات اليوم أحد الكتائب المركزية الأساسية اللي تابع لمصراته اللواء المحجوب انسحب من المواجهة وعاد دراجه إلى مدينته حالة التفكك داخل الميليشيات كل يوم عن يوم تزداد ولذلك الطريقة المتلى لدخول طرابلس هي طريقة هذا التفكك في صفوف الميليشيات دكتور محمد هل هي ورقة الضغط التي يملكها الجيش أم له أوراق أخرى لإنهاك هذه الميليشيات وبالتالي يصل إلى تحرير طرابلس هو في مجموعة من المعطيات الآن سواء دولية أو إقليمية أو محلية تدفع في اتجاه حسم المعركة في طرابلس العامل الأول وهو حالة الانغماس أو حالة الغرق الأتراك في الرمال المتحركة أو الوحل في كردستان في شمال سوريا في شرق الفورات المسألة الكردية والتدخل التركي في شمال سوريا أثنين وهذا أيضا يلهي الأتراك عن دعم الميليشيات لأنهم الآن في حالة حرب مع سوريا ومع القصد قوات سوريا الديمقراطية أثنين هناك قوات سوريا الديمقراطية أجل أثنين المجاميع الإرهابية والمجاميع المسلحة الجميع دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية التي حاولت إنقاذ هذه المجاميع في تخطيط لمؤتمر برلين ويعادة تدوير الميليشيات من جديد أجل هذا المؤتمر إلى نهاية نوفمبر لإعطاء فرصة للجيش لحسم المعركة على الأرض فيه طوء أخضر عالمي الآن في هذا الاتجاه العامل المحلي هو عامل التفكك الذي تعيشه حال الميليشيات والآن هناك انقسامات حادة ما بين القيادات الميليشيوية الموجودة على الأرض كل هذه العوامل الثلاثة أدت أو ساعدت الجيش على أن يتقدم أكثر خلال هذه الأيام الماضية تقدمات الجيش خاصة في منطقة العزيزية وورشفانة وغارب طرابلس من التقدمات ملحوظة بالإضافة إلى حجم الخسائر الذي منيت به هذه الميليشيات والجيش الآن في حارة سباق مع الزمن للدخول طيب متى يمكن أن يحدث تحول مهم أو نوعي بما يؤدي إلى تسهيل دخول قوات الجيش إلى العاصمة؟ أول حظن الشعبي متوفرة عموما هي في الناس لأن حتى الضربات التي وجهت مثلا ضربة يوم أمس لغرفة العمليات المركزية الموجودة في الفرناج هي بناء على معلومات تعطى من داخل مدينة طرابلس عن تجمعات الميليشيات عن الأتراك أن يتواجدون الخبراء الأتراك من النقاط التي يتم من خلال التحكم في الطيارات المسيرة من الأرض الخبراء العسكريين الذين يتم جلبهم كل هذه المعلومات من الناس الموجودين في مدينة طرابلس فالجيش لديه حاضنة شعبية كبيرة جدا لديه الناس ملت وكلت وتعبت من عبت الميليشيات ومن حالة الفوضى التي تعيشها المدينة وحالة التردل الصحي والأمني والسياسي وعلى كل المستويات ولذلك هم يرحبون بقدوم الجيش هذا عامل مهم جدا أن سكان المدينة يرحبون بالقوات المسلحة بالإضافة كما أستفت إلى العوامل الثلاثة التي ذكرناها شكرا جزيلا لك الدكتور محمد الزبيدي الكاتب والمحل السياسي الليبي كنت معنا من القاهرة